نظم المجلس اليوم الأربعاء بمقره طاولة مستديرة بعنوان ظاهرة التسول الأسباب وكيفية المعالجة حضرها مدير عام المجلس أو وزارتي العدل والداخلية المستشار الأول للوزير ونخبة من المختصين وممثلي عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية ومحامون عامون وخبراء مستقلون قدم المشاركون ورقات علمية منها ظاهرة التسول جنيمة أم سلوك إنساني يحتاج إلى التوجيه والإرشاد قراءة في القانون الليبي حول ظاهرة التسول استغلال أطفال في أعمال التسول موقف القانون الليبي والاتفاقات الدولية من استغلال الأطفال في ظاهرة التسول ورأى الباحث القانوني بالمجلس أحمد التجاني أن القانون الليبي لم يعتبر ظاهرة التسول من الجرائم الخطيرة على المجتمع ولم يعطيها الاهتمام الكافي إن المشرع الليبي أو القانون العقوبات الليبي ينظر إليها لجريمة هي جنح هي جريمة بسيطة مش الجرائم الخطيرة على المجتمع بالرغم إن الجانب الآخر في العلم الاجتماعي ينظره لأن هذه ظاهرة خطيرة تسعى الأمن وعلى المجتمع ومفسدة حتى لأبناء المجتمع إنهم تصبح إنها مهنة وفيها كسب القضاء الليبي نظرها هي جنحة وأحيانا ينظر إن هي تصبح مخالفة إذا القاضي استخدم نصوص تخفيف العقاب لا تعطاهم للقانون يعني موجودة بحكم القانون وقال رئيس مكتب حماية الطفل باللجنة العليا للطفولة حسام الدين بحيري إن ظاهرة التسول تفاقمت وباتت تشكل خطرا كبيرا ولكن احنا خوفنا في الفترة القادمة بأن يكون فيه تعليم أقران منهم ولأنهم يرتدون المدارس لما أشرنا من بدري إن تطلع أن بعض المدارس تكون فيها هذه الظاهرة مع تالي أخصنا بدا صعب بعدين السيطرة عليه فإحنا نسعى بإذن الله من خلال هذه الورشة اليوم أو من خلال الحوارية اليوم إن نطلع بخطوات فعلية مع التوصيات يعني ونقدر نشتقل عليها بحيث أن نحن نحد من هذه الظاهرة ونسيطر عليها على الأقل خدمة لأطفالنا يعني وطالبت المائدة بمعالجة أوضاع المتسولين ومن يمتهن التسول من المواطنين وتطبيق الإجراءات الرادعة على المتسولين من غير المواطنين الليبيين